اهلاً وسهلاً بكم عزائي المشاهدين في حلقةٍ جديدة من برنامج ليتفقهوا في الدين قال عليه الصلاة والسلام ما من يومٍ أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء مع شروق شمس اليوم التاسع من ذي الحجة يبدأ حجاج بيت الله تعالى الحرام التدفق إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم ألا وهو الوقوف بعرفة عن فضل هذا اليوم ومكانته وأهمية الدعاء فيه يحدثنا ضيفنا فضيلة العلام الشيخ محمد الحسن والددد الشنقيطي رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا وذلك ضمن هذه الحلقة التي تأتيكم من برنامج ليتفقهوا في الدين مرحب بكم شيخنا وبكم أكرمكم الله شيخنا لو حدثتنا قليلاً عن فضل يوم عرفة وما هي الأعمال التي بقيت الآن نحن اليوم في عرفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى عام الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بالاختيار فقال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وقد اختار من أيام السنة كلها يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر الحجة ففضله على سائر أيام السنة وهذا الفضل منهما يتعلق بذات اليوم فيكون أحب إلى الله من غيره من الأيام ومنهما يتعلق بالعمل فيه فيكون العمل فيه أحب إلى الله من سائر الأعمال ومنهما يتعلق بالعاملين فيه فيكون من وفقهم الله له مأجورين أكبر من أجر غيرهم وهذا الأجر شامل للمضاعفة في الثواب ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحتسب على الله في صيام يوم يعرفة أن يكفر ذنوب سنتين السنة الماضية والسنة المستقبلة وهذا فضل عظيم لأنه يبلغ أكثر من سبعمائة ضعف فالسنة ثلاثمائة وستون يوما فإذا ضربت في ذنين فهي السبعمائة وعشرين يوم تقريبا على الأقل فهذا اليوم ما حد على هذه المضاعفة كلها فيما يتعلق بصيامه صيامه أفضل من صيام كل ما سوى رمضان من أيام السنة ويمكن أن يصومه الإنسان وأيضا قضاءا إذا كان بقي عليه شيء من صيام رمضان فيحصل له ثواب صيامه وثواب القضاء كما أنه إذا كان الإنسان نذر صيام يوم معين فكان ذلك اليوم يوم عرفة فإنه يحصل له أجر النذر وأجر صيام يوم عرفة ومثل ذلك أيضا من كان يصوم يوما ويفتر يوما فصادف يوم عرفة يوم عرفة يوم صيامه فإنه أيضا يثاب هذا الثواب المكرر وهذا اليوم جاء فيها عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وفي لفظ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المركول والحمد وهو على كل شيء قدير وهذا إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرين فالأمر الأول فضل الدعاء في هذا اليوم وأنه أفضل الدعاء فالدعاء حاجة الإنسان إليه ماسة فهو سلاح المؤمن وهو العبادة الحقيقية الدعاء هو العبادة وهو الذي يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء لكن أفضله ما كان في هذا اليوم المبارك والأمر الثاني أن هذا الذكرى هو دعاء لأنه استجلاب للخيرات والرحمات والبركات من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك قال وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهل ملكول والحمد وهو على كل شيء قدير في معرض ذكر الدعاء يوم عرفة وقد سئل سبحان بن عينة رحمه الله فقيل له هذا الثناء لا دعاء فقال أما سمعتهم قولهم يتبني بالصلت الثقف أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثناء عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء فهذا تعرض لنفحات الله ورحمته وبركاته بتوحيده والثناء عليه وهذا الدعاء شامل لكل اللغات إذا كان الإنسان يحسن العربية فالدعاء بها أفضل وإن لم يكن يحسنها فلا حرج أن يدعو بأي لغة أخرى يحسنها وهو أيضا شامل لما كان من الدعاء في الصلاة وما كان في أدبار الصلوات وما كان في الأوقات الأخرى فاليوم كله مضنة للإجابة وبالأخص إذا صادف وقت الوقوف بعرفة ووقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس بعرفة قد يكون ذلك فجرا أو ضحا أو غير ذلك في أي مكان من العالم فيبدأ الوقوف من الزوال والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بعرفة جاء قبل الزوال فوجد خيمة قد أو قبة قد بنيت له بمكان يسمى نميرة وهو مكان المسجد الحالي في مقدمة المسجد خارج حدود عرفة فدخلها فلما زالت الشمس رحلت الناقة فركبها فوقف في رحلها وخطب الناس فوعظهم وذكرهم وفي آخر خطبته أمر بلالا فأذن وأقام فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة الظهر ثم أمر بلالا فأقام فصل العصر فعجل الظهر والعصر ليبقى وقت للدعاء وأخر المغرب مع الإشاء ليبقى الوقت متسعا للدعاء والموقف ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقفه فوقف عند الصخرات وكان الناس يأظنون أنه سيصعد الجبل فلم يصعده وبقي مستقبل القبلة على ناقته حتى غربت الشمس فتأخر بعدها هنيهة وهو يدعو ويكبر ويهلل وفي بعض الأحيان يخاطب الناس فيعظهم ويذكرهم وكان يأمر جرير بن عبد الله البجلي فيقول استنصت الناس فكان جرير وكان جميلا وسيما طويل جهوري الصوت ينادي في الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف خطبة متقطعة فيها مواعظ وفيها عبر وفيها ذكرى وفيها أوامر ونواهي ثم لما مكث هنيهة بعد الغروب دفع فانتهى الموقف ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل حبل المشات بين يديه وكان كلما مر بقوم يشيروا بيده السكينة السكينة وكان بلال يقود به الناقة فيقول له الصلاة يا رسول الله فيقول إن الصلاة أمامك فسار حتى بلغ الشعب الذي دون مزدلفة بين المرزمين فأناخ الناقة ونزل باله وتوضع وضوءا خفيفا ثم ركب الناقة ولم يصلي حتى وصل إلى مكان المسجد المسجد المشعر الحرام بمزدرفة فأناخ الناقة وتوضع فأسبغ الوضوءا وأمر بلالا فأذن وأقام فصلى المغربة ثم أقام فصلى العشاء ونام بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اليوم العظيم هو كما ذكرنا من فضله أنه ما يمر على الشيطان في السنة يوم هو فيه أخزام يوم عرفة لكثرة من يرى من المغفور لهم الله سبحانه وتعالى يغفر فيه لخلائق لأحصر لهم من الواقفين وغيرهم والواقفون جميعا يرجى لهم المغفرة ومن كان منهم صادقا فالوقوف بعرفته هو الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرف وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع رشله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك فإن كان زاده من حلال وراحلته من حلال ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مأفور وإن كان زاده من حرام وراحلته من حرام فوضع رشله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور بالنسبة لغير الحاج شيخ نعم سنذكر ذلك وابن عمر سمع رتل أن يقول ما أكثر الحجيج الحجيج أو أكثر الحاجة فقال قل ما أكثر الركبة فما أقل الحجيج الحجيج لا بد أن يكون متصفا بهاتين الصفتين ولذلك كان أحمد بن محمد رحمه الله يقول إذا حججت بمال أصله سحة فما حججت ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور وهذا البر ليس مختصا بالحجاج فكل العابدين لله في أي مكان فهم شركاء مع الحجاج في هذه العبادة وفي هذا اليوم وفضله وقد قال أحد الشعراء الأندلس يسائرين إلى المختار من مضر سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على شوق وعن قدر ومن أقام على شوق كمن راح وهذا الدعاء يشرع لغير الواقف بعرفته في وقت الموقف من الزوال ويستمر إلى غروب الشمس ولا حرج أن يقطعه بالأذكار وذكرنا أن أفضل ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له والحمده على كل شيء قدر لأننا ندخلون عن الليل شيخنا في الليل ماذا يشرع لغير الحاج في الليل مثل وغيره ليلة العيد فيها التكبير والتسبيح وأيضا التهيئة نفسه للعيد وفضله فهذه الليلة ورد فيها الأمر بقيامها قيام ليلة العيد ومن جاء فيها أنها من أربع ليال من قامهن لم يموت قلبه ويموت القلوب حديث فيه ضعف لكنه من فضائل الأعمال التي عمل بها الناس فيما يتعلق بقيام ليلة العيد واليوم معرفة كذلك يشرع فيه قراءة القرآن والضراعة والبكاء إلى الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى شرع لعباده هذه العبادة مطلقا وجعل فضلها مضاعفا فلذلك على الإنسان أن يعمل من الطاعات ما يحس أنه يقربه من الله ويزيده أنسا به وضراعة إليه وأصل ذلك وأساسه التوبة إليه ليكون هذا اليوم تكفيرا لذنوب السنة الماضية والمستقبلة بالنسبة لهنا سيخنا يوجد سؤال غريب قليلا يعني الحديث ورد أنه يكفر السنة الماضية واللاحقة فهل هذه بشرى أن الإنسان سيعيش سنة؟ نعم قال الفقهاء من وفق لصيامه وصيامه طبعا مختص بغير الحاج ونوفق لصيامه فهذا مذن ببشارة أنه سيعيش السنة القادمة وهذا محله عند القبول عند الله وهذا أمر غيبي لا يمكن أن نحن أن نتحكم فيه والغيب لا يمكن أن يطلع عن الله ولهما كان الله ليطلعكم على الغيب فلذلك المقصود أنه كفر له ذنوب سنتين إن كان عاشا فهي السنة الماضية والسنة المستقبلة وإلا ففي سنوات عمره الأخرى ما يحتاج إلى التكفير نعم شيخنا بالنسبة للحلقة الماضية تحدثنا عن التزكية يوجد بعض الأسئلة وردت من الأخوة المشاهدين ظاهر يعني موضوع أثارهم أحد الأخوة يسأل أن الطرق الصوفية هي بدع ليست زمن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للطرق إذا قصد بها ما يفهمه الناس الآن من الطرقية والتحزب المخصوص واعتبار الشيخ إنسانا ليس كالبشر وليس كتكاليف البشر وأنه يتحكم في الإنسان كالتحكم الغاسل في الميت وأنه أولى بماله ونفسه منه إلى آخره فنعم هذا فيه غلو وإسراف وإسراف الآخرة فيه أما إذا قصد بها مجرد الإخاء في الله والمحبة فيه وأن تصحب من عرفته بالصدق والورعي فهذا ليس بدعة بل هو أمر رباني فالله أمر في القرآن فقال واتبع سبيل من أناب إلي وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فمن كان من الصالحين في ظاهر الأمر والله أعلم بالخواتم ونحن لا نتحكم فيها فإننا نحسن به الظن لما نرى من ظاهره كما في الحديث وكما في أثر عمر إنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر وإن قوم كانوا يأخذون بالوحي على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع بالنبوة فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه لذلك الناس إنما يؤاخذون بالظاهر فإذا رأينا شخصا في الظاهر قد حسن إسلامه واستقام جوارحه وأطاع الله وكف عن معصيته وكان فعلا مع الله ومن أهل الله يذكر بالله يذكر رأيه بالله لانشغاله بالله فإننا لا حرج حينئذ في أخوته وصحبته وأيضا نحتاج إلى نصيحته وإرشاده لأنه مجرب في هذا الباب فنحن الآن نسأل الأطباء في علاج الأمراض البدنية وما يصيبنا من الأمراض نذهب فيه إلى الأطباء المتخصصين أو المجربين لأنهم عرفوا وعلموا وجربوا فكذلك هؤلاء أيضا هم أطباء القلوب إذا وجد هؤلاء وما أقل لهم في كل زمان فكيف بزماننا ولكن عموما نحن لا ننكر فضل الله ولا ننكر الكرامات الأولياء وأن الله يكرم عباده بما يشاء من فضله ولكن لا ندعي ذلك لشخص بعينه أو لطريقتنا فهذا الأمر يحتاج فيه إلى تقيد بالسنة والتزام بها أو بالكتاب قبل ذلك وبالعلم فالجاهل لا يكون شيخا متبعا ولا يكون من الذين أمرنا باتباع سبيلهم واتبع سبيل من أناب إلي فلا يكون إلا عالما بشرع الله ولا يكون إلا مهتديا في نفسه ففاقد الشيء لا يعطيه وقد قال أبو الأسود الدؤالي يا أيها الرجل المعلم وغيره وهلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كما يصح به وأنت سقيم وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم لذلك إذا عرف شخص ما بعلمه وورعه واستقامته وهديه فلا شك أن الناس محتاجون إلى نصحه ورشاده وأن صحبته تنفع ولا تضر وأن نوعه من الناس بمن يحرص على صحبتهم ويعضوا عليها بالنواجد نعم ما رأي فضيلة الشيخ بقولهم كن مع شيخك كالميت بين الناس ذكرنا أن هذا ليس صحيحا وإنما المقصود أن الشيخ يطاع في أمر الله فيما وافق فيه أمر الله ويعصاه بما سوى ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبيّن أنه قال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف والناس يحسنوا بهم وظنوا لكن لا يقدسون يقدرون ولا يقدسون ولذلك الشيوخ كلهم سواء كانوا شيوخ العلمي وكذلك الأباء والأمهات يطاعون في المعروف ويظنوا بهم أحسن الظنون ويلتمسوا لهم أحسن المخارج ولكن لا يقدسون فليسوا معصومين وهذه الفكرة أظن أنها جاءت في الأصل من التشيع الذي يرى أن الأئمة معصومين نعم فوصلت إلى بعض الناس وأدخلوها إلى بعض الطرق نعم شيخ نال بيّعة الشيخ بالطريقة الصوفية هل هذه البيعة ملزمة وما حكم طاعة الشيخ طاعة الشيخ ذكرتمها بالمعروف لكن البيعة هل ملزمة بالنسبة للبيعة إذا كانت على طاعة الله ورسوله ونصرة الحق فهذه لا يختص بها شخص دون شخص وليست مثل بيعة السلطان ولا مثل بيعة الحاكم بل هي من التعاون على البر والتقوى وكانت في أيام الصحابة فعدد من الصحابة كانوا إذا كانوا في مواجهة في الجيش يطلبون البيعة فيبايعهم بعض الجيش على الموت كما حصل لضرار من الأزور يوم يرموك ضرار ليس أمير المؤمنين ولا قائد للجيش جيش خالدون ولد لكنه أراد أن يقتحم صفوف العدو الروم من باب العهد معناها والاتفاق هي عهد واتفاق على نصرة الله ورسوله يشد أزرهم أزر بعض نعم على طاعة الله ورسوله وليس الطاعة الشيخ في كل ما يأمر به بل مقصود فيما كان طاعة لله ورسوله نعم شيخنا الورد الذي يأخذه وهي الوظيفة من الأذكار والأدعية هل هذه أيضا ملزمة التي أخذها من شيخه أم ما حكمها هذه دواء للإنسان ولا يستغني عنها والأصل أن كل إنسان له فيما بينه وبين الله قد لا يطلع على ذلك أحدا أن يكون له خبيئة من الأذكار يداوم عليها وقد قال الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله قال هذه غدوتي ولو تركتها يوما لخارت قوايا سبحان الله والإنسان محتاج إلى الإكثار من ذكر الله كما أمره الله فالله سبحانه وتعالى يقول وذكر الله كثيرا لا أعلكم تولحون ويقول وذكر الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا ذكر الله ذكرا كثيرا يقول وذاكرين الله كثيرا وذاكرات فما ذكر عبادة بصيغة التكثير إلا الذكر فلذلك إذا كان الشيخ معين جرب أنها أعدادا معينة من الذكر تنفع فأراد أن يربي بها بعض طلابه ولا يدعي أنها من الدين ولا أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسبها للشرع ولا يدعي أنها أكمل شيء وأنها أن ما سوىها ليس كذلك ولا يدعي أنها أفضل من القرآن أو من السنة أو مساوية أو قريبا من ذلك فهذا لا حرج به وذكرتم في الحلقة السابقة أن ما ينسب أن الطريقة منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصلح لا أصل لذلك فلا بد أن نعلم أن هذه مجرد تجارب مثل تجاربنا في الأدوية فهي أدوية كان لدى أسلافنا الصالحين أدوية أدوية الحمى وأدوية الصداع وأدوية كذا وأدوية كذا ولكن لدينا أدوية هذه الأدوية إذا أمرك الطبيب باستعمال الأدوية معينة تلتزم بها ليس على سبيل الوجوب والتعبد ولكن على سبيل النفع وأن هذا هو الذي ينفعك شيخنا البعض وأيضا لا بد أن نذكر عن البدعة تنقسم إلى قسمين إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية فالبدعة الحقيقية هي ما عرفها الشاطبي رحمه الله في الاعتصام بأنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد إلى الله تعالى فهذا يشمل الاعتقاد والعبادات ولا يشمل المعاملات ولا الأخلاق ولا تعاملات الناس بما بينهم فهي مختصة بالجانب التعبدي أو الجانب العقدي وهي أمر مخترع ليس مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من دي الله يضافه إلى الدين كأن الدين لم يكمل والدين كامل والله قال اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا فلذلك كانت البدعة الحقيقية مذمومة كلها أما البدعة الإضافية فهي ما له أصل في الشرع كالذكر فإن الله أمر به وأمر بالكثار منه ولكن لم يحدد لنا عددا إلا عددا في مناسبات محددة مثل أذكار ما بعد الصلاة مئة من لا إله إلا الله وحده لا شريك له 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 الملك والحمده على كل شيء قدير مئة من سبحان الله وحمده إلى آخره هذا يذكار محددات ما سوى ها لم يرد تحديده ولكن ليس معنى ذلك أنه غير محدد بل يمكن أن يجتهد الناس في اختيار هذا التحديد كل على حسب وقته وراحته وطمانينته بعض الناس يناسبه ذكر معين فيكون من أهله مثل بعض الناس يناسبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح له فيها بعض الناس يناسبه الاستغفار فيفتح له فيه بعض الناس يناسبه لا حوله لا قوة إلا إلا فيفتح له في هذا الكنز من كنوز الجنة بعض الناس يفتح له في التسبيح بعض الناس يفتح له في التحميد الملائكة ويكرهم التسبيح والتقديس نحن نسبحه بحمدك ونقدسه لك فكل يفتح له في باب من هذه الأبواب فإذا جرب دواء معين تشخصت المرض وعرفت أن هذا الشخص مثلا مصاب بالكبر وعردت أن تعالج عنه الكبر فرأيت أن علاجه هو أن يكثر من الاستغفار أو رأيت أن هذا الشخص داؤه حب الدنيا فرأيت أن تنزهه عن الدنيا فلتملأ قلبه بالتسبيح رأيت أن هذا الشخص داؤه تعظيم الآخرين وإكبارهم فلابد أن تشغله بتعظيم الله فتكبير الله الله أكبر هي ذكره وهكذا في كل الشخص الذي يحتقل نعمة الله عليه ويرى أنه محتاج إلى ما لدى هلان وفلاح يصدر نعمة الله هذه لا بد أن تشغله بالحمد صحيح لكن هي أدوية روحية هي أدوية روحية شيخ نال بعض الطرق ربما تمرس هذه البدعة الإضافية فيها خلاف وأظن أننا قد سبق أن بيناه في حلقة سابقة أن من أهل العلم من رأى أنها مثل البدعة الحقيقية ومنهم من رأى أنها ليست البدعة الحقيقية وهؤلاء السبب وخلافهم النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الناس على أذكار لم يبينها لهم فالانصاري الذي كان يقرأ سورة الإخلاص بعد الفاتحة في افتتاح كل راكات الذي كان يختم بقراءتها فقال صفة الرحمن فأجدني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة وكذلك الآخر الذي قال في الرفع من الركوع ربنا لك الحمد وحمدا كثيرا طيب ومبارك وكذلك الذي أذنى على الله فأبلغ الثناء فأتاه بهيبة فقال خذ هذا بحسن ثنائك على ربك وكذلك الرقية قال وما يدرك أنها رقية فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على وحولها فدندن نعم حولها ندندن نعم شفنا بعض الطرق تمارس ضرب الشيش أو المشي على الجمر أو مثل هذا هذا لا يفسرعه بل هو من الخرافة والدجل حرم الله على الإنسان أن يؤذي نفسه وأن يعذبها يعني بعضهم يقول نحن نضرب الشيش لنقرب غير المسلمين من الإسلام أو غير المتزمين من الابتزام لا يقربهم بل يقربهم من البدعة والخرافة لا يجوز هذا لا يجوز البعض شيخنا يعتقد بشيخي أنه عنده كشف ويعلم ما يفعل وتقلبه حتى في فراشه هذا ليس على إطلاقه نحن لا ننكر الكشف فيمكن أن يطلع الله بعض الناس على الغيب النسبي في الغيب قسماني غيب حقيقي وغيب النسبي في الغيب الحقيقي لا يطلع الله عليه الناس والغيب النسبي قد يطلع الله بعض الناس على عمر ولكن ليست رؤيته كرؤية العيان فيراه مراء ساتر قد يكون ذلك الساتر حاجزا ثقيلا وقد يكون خفيفا لا يحصل به القطع ولذلك لا يجوز الجزم بما أخبر به أصحاب الكشف ولكن قد يطلعون على بعض الأمور قد يطلع الإنسان على بعض الأمور كما كان في عهد الصحابة الكرام فأبو بكر صديق قال لعائشة رضي الله عنها عند موته إنما هما أخواك وأختاك قالت أما أخوايا فهذا عبد الرحمن ومحمد وأما أختايا فهذه أسماء هما ثانية قال أراذ بطني بنت خارجة أنثى بنت خارجة زوجة أبي بكر وكانت حاملا فكانت أنثى فكانت أم كل ثومي منتها أبي بكر وكذلك عمر بن الخطاب كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في المدينة يوم الجمعة فقال يا سارية الجبل الجبل فتعجب الناس وسأله عبد الرحمن بن عوف قال ماذا قلت يا أمير المؤمنين على منبر قال وسمعتموه قال نعم قال رأيته أن إخواننا مع سارية بن زنيم سارية بن زنيم قاعد جيش من جيوش المسلمين قد كاثرهم عدوهم وحولهم جبلهم فأمرتهم أن يلتفوا إلى الجبل هذه الجهة صحيحة شيخنا هي شهيرة لكن صحيحة نعم صحت أخرجها أحمد في فضائل الصحابة وكذلك البيهقي وعدد من ولها طريق صحيح طريق ابن عجلان فصحت من طريق واحد نعم يسارية الجبل وكذلك عدد من ما حصل له رضي الله عنه من الأمور من الأمور التي جاءت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما فنزل الوحي على وفاقها مثل قضية حجاب أمهات المؤمنين ومثل قضية أسرى بدر وغير ذلك فهذه موافقات عمر التي وافق فيها الوحي نزل الوحي على موافقته وكذلك عثمان عفان رضي الله عنه كان له كشوفات معروفة وفي حديث أنس أن رجلا دخل على عثمان رضي الله عنه فقال عثمان ما بالو أحدكم يدخلوا علي وفي عينيه يأثر الزناء فقال الرجل ووحيا بعد رسول الله قال لا ولكنها في رأسة المؤمنين فقد رأى مرآة خرجت من حائط فجعل ينظروا إليها حتى ضربه حائط الحائط المزرعة وكذلك علي بن ابن طالب رضي الله عنه ورد عنه كثير من هذا النوع من الأمور وكذلك ابن مسعود وعدد من الصحابة الكرام وأيضا من بعدهم وابن تيمية رحمه الله ذكر أن هذا في الصحابة أقل منه في التابعين وفي أتباع التابعين أكثر منه في التابعين كلما تأخر الزمن كلما كثرت مثل هذه الأمور لأن حاجة الناس إلى المثبتات أكثر نعم شيخنا سؤال الشيخ أحبك في الله شيخنا ما هو الرد على من يطعن بعقيدة أهل الحديث أو العقيدة السلفية المعاصرة ويقولون أن العقيدة السلفية هي عقيدة محدثة أو نابتة أو مجسمة هذا مثل الذي يطعنه في كل أهل السنة فهو طعن في الحديث وأهله وطعن في المسلمين فمن المعلوم أن أكثر المسلمين وفئتهم وطائفتهم هم أهل السنة وأهل السنة في الاعتقاد لهم ثلاثة مذاهب شخصنا هذه النقطة مهمة اسمح لنا بفاصل ثم نستكملها إن شاء الله بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا أين كان نوع هاتفك وأين كان التطبيق الذي تستخدمه واتس أب سكايب تيليجرام أو غيرها من التطبيقات تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا سوطاً وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية قاف التفاعلية تواصل على مدار الساعة كنت أحلم بصحبة لا تسألني من أين أنا بزوجة تقبلني كما أنا بمجتمع لا يربقني في كل مكان بنظرات كأنها تقول لي لماذا لا تشبهنا بنظرات تحملني وزر اختلافي عنهم كأنما الحياة ظالمة لماذا لم نكن جميعاً متشابهين عادات جاء الإسلام ليرفعها كلكم لآدم وآدم من تراب تجاور الذراتنا جميعاً في طينة الخلق الأول جوار تشابه لاختلاف الأصل واحد والغاية واحدة والنور واحد والدين هو النور نراه كما هو ونعرفه كما هو بقلب سليم قاف قيمة الإنسان بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv قاف التفاعلية بنقرة واحدة نحن معك في منزلك في مكتبك وخلال تنقلاتك اليومية وحتى في سفرك نحن معك حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وأندرويد وتابعنا أينما كنت قاف التفاعلية معك أينما كنت أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين نعود ونستكمل أسئلتنا واستفساراتنا مع فضيل الشيخ محمد الحسن ولد الددو مرحب بكم شيخنا قبل الفاصل كنتم تحدثون عن موضوع العقيدة وتقسيماتها نعم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن من طاعنا في أي مذهب من مذاهب أهل السنة فإنه يكون طاعناً في السنة كلها فأهل السنة في العقيدة قديماً كانوا على مذهب واحد وهو ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاستسلام لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تجاوز ذلك لأن الناس إذا كانوا من الناطقين بالعربية على وجه السليقة فلما دخل الناس في دين الله أفواجاً وفتحت الأمصار وأصبح كثير من المسلمين من غير العرب احتيج إلى مذاهب التعامل ونظير هذا أيضاً ما كان في الفقه فالصحابة لم يكن لهم مذهب فقهي ولا التابعون لهم مذهب فقهي وإنما احتيج إلى المذاهب في أيام أتباع التابعين فكذلك احتيج إلى المذاهب العقدية في أيام أتباع التابعين وما بعدها فالمذاهب إنما هي الاختراع ناتج عن الحاجة فالناس محتاجون إلى فهم للعربية لم يكنوا محتاجين إليه في أيام الصحابة والتابعين لأنهم كانوا أهل اللسان العربية على وجه السليقة ولذلك احتاجوا إلى معرفة النحو والصرف والبلاغة هذه لم يكن الصحابة ويحتاجون إليها لكن نحن الآن لا أبد أن نعرف أن الفاعل مرفوع وأن المحول به من صوب وأن المضاف إليه مجرور ولا يمكن أن يكون الإنسان بالسليقة ناطقاً بالعربية على وجه صحيح إلا إذا تعلم هذه الأمور وطبقها فلذلك كانت مذاهب أهل السنة في الاعتقاد ثلاثة هي المذهب السلفي الذي يسمى في بعض الأحيان مذهب أهل الحديث وفي بعض الأحيان مذهب الحنابلة وهذا أقربها إلى مذهب السلف الأول لأن ما كان عليه السلف أولاً إنما هو ما قال أحمد تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى وكذلك ما قال مالك وصفيان وعبد الله بن إدريس ومعاذ بن معاذ وغيرهم كما روا عنهم بولد بن مسلم قال أمرها كما جاءت فهذا المذهب الأول ليس هو مذهب الحنابلة تماماً لأن الحنابلة منذ ما بعد الإمام أحمد هذا في عهد الإمام أحمد كانوا على هذا المذهب القديم لكن ما بعد ذلك بدأ المذهب المعروف المذهب أهل الحديث ومذهب الحنابلة ومذهب السلفية أنه يرى أنه يقول هذه الصفات والوجه صفة لله والعين صفة لله واليدان صفة لله والقدم صفة لله والساق صفة لله وهذا إنما هو لحاجتهم إلى هذا لأنهم يخاطبون الناس والناس يسألونهم فيخافون عليهم من التجسيم أو الضلال أو إنكار هذه النصوص الثابتة فقالوا هي صفات لم يرد ذلك عن نبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين وإن ما هو اجتهاد اجتهدت فيه طائفة من أهل السنة فأصبح لهم مذهب من مذاهب أهل السنة وهو باجتهاد الذي جعله مذهبا أنه اجتهاد ولذلك قابل للصواب وقابل للخطأ والمذهب الثاني هو مذهب أبي الحسني علي بن إسماعيل الأشعري والمذهب الثالث هو مذهب أبي مصور ما تريده وكل هذه مذاهب أهل السنة ومن يطعن في الحنابلة ويرى أنهم مجسمين أو يطعن في أهل الحديثة ويرى أنهم من المجسمة هو كاذب ومفتر عليهم ليسوا مجسمين وإنما وقع التجسيم في أفراد من هذه المدارس وهذا التجسيم وقع فيه بعض الصوفية وقع فيه بعض المنتسبين للحديث وقع فيه بعض المنحرفين حتى من الكلاميين فهو بدعة وضلالة ومذهب أهل الحديث منه براء ليسوا مقول بالتجسيم شيخنا معنى تسجيل من عبد الله من موريتانيا تسجيل لو سمحتهم الإخوة في الكنترول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم شيخنا وعلامتنا وفخرنا وذخر أمتنا حياكم الله السؤال كالآتي موظفون في شركة اتفقوا على أن يأخذ كل واحد منهم جزءا من راتبه يبلغ المحددة ثم يجعله في صندوق ثم يُعطى هذا الصندوق نهاية الشهر لأحد الموظفين استهموا على الأولوية في الصندوق فعرف كل واحد منهم ترتيبه في الصندوق يعطوه نهاية هذا الشهر لفلان بن فلان ثم الشهر الذي يليه لفلان بن فلان وهكذا هل هذه الصيقة تجوز شرعا أو لا تجوز أن يأخذ كل واحد منهم جزءا من راتبه ويجعله في صندوق ثم يجمعون الجميع ويعطونه نهاية الشهر لأحد الموظفين مثلا هم عشرة اتفقوا على أن يكون لمدة عشرة أشهر هل هذه الصيقة تجوز أو لا تجوز حفظكم الله ورعاكم وبارك فيكم وسدد خطاكم آمين نعم شيخنا هذه المعاملة نعم بالنسبة لهذه المعاملة هي عبارة عن سلف لأجل السلف وهو سلف من جرى نفعا ولذلك لا أرى إباحتها بل أرى أنها ربا لأن الشخص المشارك في الصندوق إنما يقرض الآخرين يقرض الذي يأخذ ما حصل في الصندوق هذا الشهر يقرضه من أجل أن يقرضه الآخر ولو كان مبلغ محدد شيخنا كل واحد ألف ألف نعم هو لا بد أن يكون محدد هذا يسمونها جمعية ومنتشرة جدا نعم منتشرة لكنها قرض بشرط القرض وهو الذي يسميه الفقهاء أسلفني على أن أسلفك ويعدونه من أمهات الرباء يقولون أن أمهات الرباء ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك وأسلفني على أن أسلفك ومعجل ما في ذمة مسلف وضمانهم جعلين هذه أمهات الرباء فهذه من أمهات الرباء هي أسلفني على أن أسلفك لأنه أسلف الآخرين من أجل أن يسلفوه لا يوجد قول آخر بالإباحة أنه أعرف أنه منتشر منذ الصغر بكثرة ولا أحد في بلادنا ينكره نعم هو هذا الذي قلت لك تكيفي أنا له أنه قرض بشرط القرضي وأن القرض بشرط القرضي لبن عندنا سؤال آخر شيخنا ما حكم من توسوس بموضوع البول وشك بخروج شيء لكنه لا يلتفت لهذا لكي لا يقع بالوسوسة نعم من كان موسوسا فهذا حكمه وهو أن يعرض عن ذلك قد جاء رجل إلى عمر بالخطاب رضي الله عنه فقال إني كلما دخلت الصلاة وحس أن شيئا يقطر مني من البول فقال إذا ذهبت إلى الخلاء فانضحي زارك سيدنا عمر نعم فإذا أحسست بشيء فقل هو الماء فهذه فتوى عمر بالخطاب رضي الله عنه ورد النبي عليه الصلاة والسلام شيء النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان ليفسوا بين أليتي أحدكم وهو في صلاته فمن وجد ذلك فلا ينفتل أو لا يلتفت حتى يسمع صوتنا أو يشدره نعم إذن في موضوع البول لم يرد شيء عن نبي عليه الصلاة والسلام بينما ورد عن سيدنا عمر نعم شيخنا هل يجوز الأضحية عن شخص مصاب بجلدة دماغية من ماله الخاص علما أنه غير مدرك تماما كل شيء حوله منية الأضحية والصدقة نعم بالنسبة لأهله يمكن أن يضحوا عنه وقد أفتاه مالك بالضحية عن اليتيم من ماله فهو يكون بمثابة اليتيم حينيذي ما حكم من يستقرض من شخص مبلغ من المال على فترة محددة على أن يرد له ذلك المبلغ مع زيادة اتفقا عليها مسبقا هذا هو القرض بالزيادة هو الربا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن لدينا في الأخ يونس من المغرب يقول سؤال حول حكم الاشتغال بالمهل القانونية في المغرب جزاكم الله كل خير بالنسبة للمهن القانونية منها مثلا الموثقون الذين يحتاجوا الناس إليهم في توثيق بياعاتهم وأمورهم وهذه لا بس بهذا ولا حرج فيه لأنه هو يقدم للناس خدمة هم بحاجة إليها وهذه الخدمة معتمدة لدى الدولة ويجوز له أخذ الأجرة المثبتة فيها المرتبة قانونا والقاعدة الفقهية أن كل من قدم نفعا إلى غيره أحد لا يجب عليه فله أجرته وكذلك منها المحامات والمحامات يختلف حكمها باختلاف الوقائع فإذا كنت تقتنع أن فلانا مظلوم في هذه الواقعة واستطعت أن ترفع عنه الظلم فيجوز لك أن تدافع عنه وأصل مشروعية ذلك حديث الوالد العسيف فإنه أتا إلى نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن ابني كان عصيفا على هذا فزنا بمرأته فسمعت أن على ابني الرجم فافتديت منه بوليدة وقطعة من الغنم ثم أخبرت أن ما على ابني أجلد مئة وتغريب سنة فأحكم بيننا بكتاب الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل لم يسأل العسيف فأبوه كان ناعبا عنه كانه محاما عنه يدافع عنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصل المحامات أصل مشروعيته العمل بالقضاء شيخنا نعم العمل بالقضاء أما القضاء بذاته فلابد القضاء فرض كفاية في كل بلد وعلى الإنسان أن يجتهد في العدل وما قال الله لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهواء فيصدك عن سبيل الله إن الذين يصدون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فإذا كان الإنسان مضطرا للحكم على الطرق القانونية واستطاع هو وكان قاضيا فليلجي الناس إلى الصلح ولا يحكم بينهم بقانون مخالف لشرع الله بل يصلح بينهم يعني يخفف الفساد يخفف الفساد مستطاع يجوز العمل بنية الحكم بالعدل وتخفيف الفساد خضر المستطاع نعم الأخ عفوا آية الصاد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهواء فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب عندنا سؤال من محمد من أمريكا يقول نحن بالولايات المتحدة التكاليف الحياة مرتفعة جدا ونحن كبشرنا خاف من أن نصاب بمرض أو نازلة تجعلنا عالى على غيرنا في حال كان الزوج هو المعيل الوحيد للعائلة فإن وفاته أو مرضه تكون مصيبة اقتصادية كبيرة لزوجته وأولاده هذا الكلام صحيح حتى في دولنا العربية لكن هناك شركات لتأمين الحياة بحيث يمكن دفع ألف دولار سنويا لمدة معينة وإذا توفي معيل الأسرة لا سمح الله سيتم إعطاء أهل بيتي مبلغ مليون دولار أو نحوه ما حكم الشرع في هذا أليس من الأفضل للمسلمين أن يكونوا أقوياء لا أن يكونوا عالى خاصة في الغرب بالنسبة لأصل عقد التأمين هو من عقود الغرر وقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولكن يستثنى من ذلك بعض الحالات التي يكون المسلم فيها رابحا أو يكونوا مضطرا إليها أو نحو ذلك فالتأمين على النقل البحري نقل البحري اليوم أصبح ضرورة وكذلك كثير من البلدان أصبحت أيضا إكراها كتأمين على السيارات فإنه أصبح يكراها في كل بلدان العالم التأمين الصحي كذلك أصبحت الحاجة إليه مليحة في كثير من البلدان لأنه من واجب الحكومة أن تقدم العلاج لرعاياها فإذا أحالت ذلك على التأمين فيعتبر ما يدفعه الإنسان بمثابة ضريبة تأخذها الدولة ويعتبر ما ينتفع به هو من العلاج عبارة عن حقه أخذ حقه فلذلك مثل هذا النوع إذا كان في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية بلد غير إسلامي وليس سكانه من المسلمين وكثرت الحوادث والإصابات وفعلا تضيع الأسر وحينئذ لا أضيق على أهله في مثل هذا النوع ولكن الإقدام عليه يحتاج إلى تريث إلى نظر إلى كل حالة بحالتها قد يكون الإنسان غنيا ويترك ثروة وقد يكون موظفا له تأمين اجتماعي وقد يكون على صور معينة لا يدخل في هذا فكل حالة تنظر وحدها فقد يباح في بعض الحالات للضرورة أو للحاجة الكلة الذي ينزل منزلة الضرورة ولا يمكن أن يعمم ذلك على كل سكان الولايات المتحدة من المسلمين شيخنا بعض الأسئلة عن الأضحية الأضحية هل يجوز للمرأة أن تذبح أضحيتها نعم يجوز لكن الأفضل لها أن لا تذبحها أن يذبحها رجل فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر جارية كانت ترعى غنما لكعب بن مالك على سلع فتردت عليها شاتم فذبحتها بحجر فأقرها على ذلك فهذا في حديث المندوب أخذ منه جواز وذبح المرأة نعم متى يجب على الشخص أن يضحي وجوبا عليه الضحية فيها خلاف هل هي واجبة أو سنة مؤكدة ومنه العلم من يجمعه بين الأمرين يقول الضحية سنة واجبة كما يقول بها بزيدي هذا مصطلح يقصد أنها واجبة وجوبة سنة نعم فلذلك وجوبة وجوبة السنة وجوبة السنة يعني مثل قراءة السورة السنة مؤكدة نعم قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة مثل التشهد في الصلاة مثل تسبيحات الربوال عند بعض العلماء واجب وعند بعضهم يسمونه سنة المالكية عندهم سنة ولكن هذه السنة من تركها عامداً بطلت صلاته مع ذلك الله وكرا الجميع يتفقون على أن من تركها عامداً بطلت صلاته ومتعمد تركها ولكن يسمونها سنة وهي ثمانية في الصلاة التاءاني أي التكبيرة والتسمعة ما عدا تكبيرت لحنا السيناني السر والسورة جيماني الجهر والجلوس الأوسط السيناني شيناني كذا جيماني الجهر والجلوس الأوسط والتاءاني التكبيرة والتسمعة والشيناني التشهد الأول والتشهد الثاني هذا التقسيم جميل يعيد عن الحفظ نعم شيخ نال الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية والمالكية عند الحنفية أن الفرض هو ما وجبه بدليل قطعيين وأن الواجب ما وجبه بدليل ضنيين فيرون أن فرائض الصلاة مثلا هي ما جاء في حديث المسيء في صلاته بقض ولا يرون الفاتحة مثلا فرضا من فروض الصلاة والسلام كذلك لا يرونه فرضا من فروض الصلاة بالنسبة لمن سواهم وهم الجمهور المالكية والحنابلة والشابعية لا يفرقون بين الفرض والواجب إلا في الحج فعندهم ما يسمى بالأركان وما يسمى بالأنساك فالأركان هي ما لا يجبر إلا بالإتان به لا بد من الإتان به كالإحرام بالنية وكالوقوه بعرفة وكالطواف الإبهاضة وكالسعي بين الصفاء والمروة هذه الأربع أركان وعند الحنفية أن السعي ليس ركنا وعند الشافعية أن الأركان الخمسة يضيفون رميج جمرة رميج جمرة العقبة يوم العيب فيرون أنه تكون الأركان الخمسة هذه هي أركان الحج التي وجوبها أعلى من وجوب غيرها وما سواها من الواجبات يسمى الواجبات التي تجبروا بالدم ويسمى أنساك الحج نعم شيخنا بالنسبة للأضحية هل يجب أن يخرجوا للفقراء منها شيء؟ لا يجب ذلك لكن السنة أن يثلثها أن يأكل منها ويتصدق ويتدخر يعني ثلاثة أقسام يأكل ويتصدق ويتدخر ولو لم يدخر وأهداء يجعل الإهداء هو القسم الثالث لا حرج هكذا عادة في سوريا يقسمونها ثلاثا واحدة لأهل البيت واحدة للأقارب والأصدقاء واحدة للفقراء نعم ثلاثة أثلاء شيخ ناب هل يجوز إخراج جزء من الأضحية مما لا يأكلوا أهل البيت مثل الرأس والحواشي والأشياء للفقراء؟ لا حرج في ذلك لا إشكال هي فقط لا يعامل بها لا يعطى الأجير الذي سلخها هالرأس والجلد على المقابلة من قابل الأجرة أما إن كان فقيرا ممكن أن يعطى يعطى بعدها بعدها الأجر حتى لا يحسبها من الأجر نعم أنا حججت وأنا طفلة هل تكتب لي حجة؟ نعم تكتب لها فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجة الوداع مر بفجر روحاء فاستقبله وركبهم فقال من أنت؟ فقالوا المسلمون قالوا ومن أنت؟ قال رسول الله فرفعت إليهم رأة صبيا في خرقة فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم لك أجر يحصل الثواب للأطفال إذا نوى أولياؤهم إحجاجهم ونوى إدخالهم في الإحرام نعم شيخنا ما هي السنن والأداب المطلوبة في عيد الأضحى؟ عيد الأضحى من المهم فيه أن ندرك أنه يشرع فيه الوضحية على الخلافة التي هي واجبتنا السنة بشروطها والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أربعا لا تجزئوا في لضاحي العمراء والبين عورها والعرشاء البين عرشها والمرضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي هذه الأربع لا تجزئوا في لضاحي والأفضل أن تكون أكمل شيء وأحسن شيء وأتمه وبعد ذلك صلاة العيد وهي أيضاً فيها خلافها هي واجبة أو سنة وبعض الألم يرى أن وجوبها أيضاً على الكفاية على أهل البلد تكون واجبة كفائية وعلى كل فرد يكون مسلونة فقط وكذلك أن يلبس الإنسان الجديد في العيد السنة أو منذوب بحق من لا يشحف به ذلك من لا يشحف به من له مال يستطيع أن يشتريه من القادر وكذلك من السنن فيه أن يأتي الإنسان إلى صلاة العيد ويحضرها وأن يغتسر قبلها وأن يمس من طيب بيته وأن يأتي من طريق ويخرج من طريق أخرى غير الطريق التي جاء منها وكذلك التوسعة على أهله والإحسان إليهم وصلات الأرحام في العيد فهذه من المندوبات في هذا اليوم نعم شيخنا بالنسبة للنساء ما هي مندوباتهم؟ يعني عادة أننا نركزنا برجال مندوباتهم مثل ما ذكرنا من التطيب والاغتسال والتزين ولبس الجديد إذا قدرنا عليه وكذلك الخروج إلى المصلى يصلين بمصلى النساء من السنة تخرج النساء نعم وفي حديث ما عطيته كنا نعمروا بإخراج العواتق والحجيض وربات الخدور يشهدنا الخير ويكثرنا سواد المسلمين نعم نعم عندنا سؤال طويل قليلا يقول فيه السائل دفعته الظروف للزواج بالسر من امرأة ثيب وذلك بعد سؤال مجموعة من فقهاء منطقته أخبروها أنها تستطيع أن توكل أحدا وفعلت وحضر الشهود والوكيل لمجلس العقد واتصل الإمام الذي عمل العقد وهم من أهل الفقه الشرعي على السيدة ليسألها فوافقت وعبرت له عن رضاها به وذلك دون علم أهلها لأنهم يرفضون موضوع السرية ويرضون به زوجا لها في العلن والزوج تمنعه ظروف مؤقتة في تلك الفترة عن إعلان الزواج والآن زالت تلك الموانع ويريدان إعلان الزواج لكن أمامهم مشكلة تتعلق بالسمعة لا يحبان أن يعلم محيطهما أنهما كانا متزوجين بالسر فهل يعملان عقدا صوريا يحضره الأهل مع الإبقاء على العقد الأول أو أنه يطلقها وحين تنتهي عدتها يتزوجها بعقدين جديد نعم بالنسبة للنكاح المأمور بإسراره في خلاف في خلاف في صحته في صحته أصلي فماذب الشافعي أنه صحيح ومعتبر وماذب مالك أنه يفسخ إذا طلع عليه وهو الموصى بكتمه وإن بكتم شهود ويؤدى بالشهود الذين يشهدون عليه وكذلك العاقد إذا يأتي المالكية يتشددون من شرطهم الإشهار بقية الجمهور لا ضير عند الشافعية لا ضير وكذلك رواية عند الحنابلة وعند الحنابلة أيضا مثل المالكية في هذا وأما الحنفية في رون أن الولي أصلا ليس ركنا من أركان النكاح ولذلك الركن النكاح الوحيد عندهم والإجابة والقبول ولذلك لابد عند الجمهور من الولي والولي إذا كانت المرأة بكرا فلابد أن يكون وليها هو أباها وإذا كان ميتا فوصيها وإلا في الحاكم أي القاضي أو القائم بأمر المسلمين في بلدها وإذا كانت ثيبا فأي ولي من أوليائها من أولادها وإخوتها والأشقاء مقدمون على غيرهم وإن لم يوجد فبنوا عمها فإن كان الزوج من قبيلتها من بني عمها فيمكن أن يكون هو وليا فيجمع بين الإجابة والقبول كما قال خليل في المالكية يقول والابن عم ونحوه تزويجها من نفسه وتولى الطرفين تولى الطرفين يتولى الإجابة والقبول والولي لا بد منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه عشرون من الصحابة أنه قال لا نكاح إلا بولي وفي حديث عائشة أي ممرأة إن نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وفنكاحها باطل وفنكاحها باطل فإن اختلفه في السلطان وولي من لا ولي له وعلى هذا إذا قدر أن الأمر وقع فإن كان الرجل وليا من أوليائها إن بني عمومتها فهو ابن عمها مثلا وعاقدها لنفسه أو بعاقد كإمام ونحو ذلك وبحضرة شهود وبصداق وبرضاها فالنكاح صحيح لأنه كانه اجتماعات ولكن إذا أرادوا أن يظهروه فلا حرج عليهم أن يعقدوا عقدا جديدا صوريا لا ضرع عليهم بذلك ولا داعي للطلاق أبدا في مثل هذه الحالة أما إذا لم يكن لهم ولي وعقدا بدون ولي ولم يكن حنفيين بل كان على مذهب الجمهور من مورة السنة من المسلمين على مذهب المالكية والشافعية والحنابلة فالنكاح لأول باطل ويحتاجان إلى عقد يحتاجان إلى عقد جديد أو معانا أورع يقوما بعقد جديد لكن دون طلاق شيخ نبي دقيقة واحدة نريد رسالة مختصرة للمشاهدين بهذه الليلة ليلة يعني غدا إن شاء الله سيكون العيد بالنسبة لهذه المناسبة مناسبة يستحضر فيها المسلمون ويتذكرون حقوق أمتهم عليهم وينتبهون لحقوق الفقراء والمساكين والمشردين ومن لا كافل لهم من المسلمين من الأيام واليتامى والأرامل والمرضى فهذا العيد داعي للرقة والرحمة والتعاطف والتآزر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر من آواه الله وأطعمه وسقاه وكساه عليه أن يشارك عباد الله في ما آتاه الله وأن يكون صاحب حنان ورحمة ورأفة بهم كذلك من المهم أن يجتنب الناس والسرف فهو مما نهى الله عنه وحذر منه فقال سبحانه وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ويقول تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكذلك التبذير وهو يتلاه الأموال في غير طائل فقد قال الله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكذلك على النساء يتقن الله في الخروج بالزينة والعطر فقد تعودنا على في كثير من البيئات على الخروج في أيام الأعياد وهنا بكامل زينتهن وفي بعض الأحيان يتعطرن وقد حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أي ممرأة تعطرت أو استعطرت ليشم الرجال رائحة عطرها فهي زانية قال أي ممرأة مست طيبا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة ولذلك على المرأة إذا كانت متزينة تستر زينتها وأن لا تريها إلا من أذن الله لها بإبداع زينتها له فقد قال الله تعالى لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو مع ملكة إيمانهن أو التابعين غيره للإربة من الرجال أو الطفل الذين لموهروا على عورات النساء فأثنى عشر صنفا أذن الله في إبداء الزينة لهم ولم يأذن فيما زاد على ذلك إلا ما ظهر منها لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وكذلك من المهم للناس في الأعياد أن يتذكروا أن الفرح لا أبد أن يكون بطريقته شرعية ولا يكون منصيا ولا مؤديا للغفلة عن تذكر الموت وتذكر الانتقال من هذه الدار فذلك بذموم والفرح المذون فيه هو الفرح الذي لا يصل إلى المرح والخروج عن المأمور به شرعا أشكركم فضيلة شيخنا وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله وطاعتكم تقبل الله من الجميع وعيدا سعيدا لجميع المشاهدين والمشاهدات ولكل المتابعين لقناة قاف التفاعلية وعاد الله عليكم العيدة بالمسرات وجعل عيدكم سعيدا والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنتم أعزائي المشاهدين أشكروا لكم حسن متابعتكم وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة